مجلس الدفاع الوطني وفي حضرموت وفي مأرب وفي يافع وفي الظالع ميليشيا الحوثي تصعد تصعيدا خطيرا أخيرا في تهديد للسفينة هنا واحد التي غيرت مسارها بناء على التهديد الحوثي في تهديد واضح للتجارة الدولية ووثائق نشرة هذا الأسبوع تكشف تورط ميليشيا الحوثي في تجارة الأعضاء ماذا بعد تصنيف مجلس الدفاع الوطني لميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ماذا يعني إصرار جماعة الحوثي على ممارسة الإرهاب والتصعيد ما هي المسارات القادمة بعد التهديدات الخطيرة التي تهددها ميليشيا الحوثي لتجارة الدولية وللمنشآت النفطية وللمنشآت النقل البحري وللسفن كيف ستؤثر كل تلك التطورات على مسارات الأحداث وعلى معركة الخلاص كيف يرى الشارع قرائم الحوثي التي تجاوزت كل شيء بعد نشر وثائق تثبت تورط جماعة الحوثي الإرهابية في تجارة الأعضاء كل ذلك وأكثر سنحاول نقاشه في هذه الحلقة من بين السطور مع اليوسفي أنا وضيوفي الأستاذ أرسلان السليماني مراسل صحيفة أضواء الوطن السعودية والأستاذ نايف أبو الزعيم الحدي الناشط القنوبي التطورات متسارعة في مسألة التوقه والتحولات القائمة نحو تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ميليشيا الحوثي تقدم للشعب اليمني ولقيادة الدولة اليمنية هدايا كبيرة المجتمع الدولي أصبح مقتنعا كما نحن مقتنعين في الداخل اليمني وكما الإقليم مجتمعا ومقتنع أن ميليشيا الحوثي تمارس الإرهاب وأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتأسس في اليمن إلا بالقوة المسلحة التوقهات قائمة مجلس الدفاع الوطني تمع هذا الأسبوع وأصدر القرار رقم واحد لعام الفين واثنين وعشرين واضحا فيه تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ويعفي الحكومة من كل الالتزامات مع ميليشيا الحوثي بما في ذلك اتفاق ستوكولم في بيان واضح أن الطريق القادم هو إيقاف كل الحوارات السياسية والديبلوماسية مع هذه الميليشيا وليكون الحوار الوحيد معها عبر أفواه البناجق والمدافع الحقيقة أن ميليشيا الحوثي وهي تصعد بالأعمال الإرهابية هي تسرع من خيارات المجتمع الدولي ومن خيارات الإقليم بالذهاب لحماية اليمن من التهديد لحماية المنطقة من التهديد لحماية التجارة الدولية من التهديد لحماية الأمن والسلم الدوليين من التهديد خصوصا أن هناك بيانات واضحة من مجلس الأمن البيان الذي صدر في مجلس الأمن في 21 يناير 2022 كان واضحا أن نشاط جماعة الحوثي الإرهابية الإرهابي يهدد الأمن والسلم الدوليين القرار 26-24 أكد ذات المعنى ثم قال البيان في هذا الأسبوع من مجلس الأمن ليؤكد أن جماعة الحوثي تمارس الإرهاب بعد قصفها لمناء الضبة في حضر موت وأن ذلك يشكل تهديد للأمن والسلم الدوليين هذه التعبيرات كلها تقودنا إلى طريق واضح أن جماعة الحوثي تذهب لممارسة الإرهاب وتؤكد ما قلته سابقا وكررته تكرارا ومرارا أن الحرب في اليمن تتحول من حرب على تمرد لإنقلاب إلى حرب على الإرهاب لحماية الأمن والسلم الدوليين كان استهداف السفينة اليونانية في ميناء الضبة حدثا مهم شهد إدانات واسعة دولية وإقليمية وحتى بيان واضح من مجلس الأمن وفي ظل كل التصعيد القائم كان هناك تصعيد خطير قبل أمس السبت من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وهو تهديد للسفينة هنا واحد التي غيرت مسارها تهديد السفن التقارية في عرض البحر وفي المياه الإقليمية هو إرهاب دولي وفق الاتفاقية الدولية للإرهاب الدولي وأعتقد أنه سيكون له تداعيات وأصداء إذا أن ميليشيا الحوثي الذي استمرت في تعبيراتها أنه ستهجج السفنة في عرض البحر وأنها قادمة وعزمة على ذلك تعبيرات تحولت إلى فعل كل ذلك يقول للعالم أن هذه منظمة إرهابية لا يمكن التعابل معها إلا كما تعامل العالم مع داعش والقاعدة لا يمكن الحوار مع إرهابي العالم لا بد أن يقف أمام مسؤولية أخلاقية هناك تهديد واضح قصة السفينة هنا واحد هي قصة تروي سلسلة متواصلة وستستمر من التهديد للتقارية الدولية يظهر أمامكم على الشاشة لقطة شاشة لتغريدة للناشط الأستاذ معين الصايدي يتحدث وقد رصد صورة السفينة من الترافيك البحري يقول في هذه التغريدة التي يظهر أمامكم أن تهديد حوثي جديد للملاحة الدولية في باب البندب والبحر الأحمر وخليق عدن هو بعد تحذير مباشر بقصف السفن التقارية وتغيير مسارها تغيير مسار السفينة هنا واحد بعد تهديد مباشر من الميليشيا الحوثي الإرهابية حتى الناطق الرسمي لميليشيا الحوثي الإرهابية اعترف أنهم هددوا السفينة هنا واحد وكتب تغريدة بذلك المضمون وكأن ميليشيا الحوثي تمارس الإرهاب بالقرم المشعود تقول للعالم أنها ستمارس الإرهاب تقول للعالم أن تهديد الملاحة الدولية أحد أدوات وكروت الابتزاز التي تبتز بها العالم كما ابتزت العالم من السفينة صافر هي اليوم تبتز العالم بإرهاب واضح وصريح تدينه جميع المواثيق الدولية الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد النقل البحري القوانين مجلس الأمن كثير من القوانين والاتفاقية الدولية تدين هذا العمل بالقرم المشفوذ بأنه إرهاب دولي يستدعي العالم أن يقف أن يقف لحماية القانون الدولي من هذا الإرهاب التهديد باستهداف المنشآت النفطية في اليمن والتهديد للشركات النفطية العاملة في المملكة العربية السعودية والإمارة العربية المتحدة باستهدافها بعد استهداف المنشآت النفطية وكل ذلك يجعل العالم أمام مسؤولية بطرورة مواجهة ذلك الإرهاب الحقيقة أنه تصنيف مجلس الدفاع الوطني الميليشي الحوثي كمنظمة إرهابية هو قرار له تبعاته أيضا إدانة مجلسة عبر قرارها عبر بيانها لميليشي الحوثي بمارسة الإرهاب أيضا له تبعاته وكان الأستاذ أرسلان السليماني قد قال أن بيان مجلس الأمن هو إدانة صريحة لميليشي الحوثي بأنها تبارس الإرهاب قرار مجلس الدفاع الوطني مجلس القيادة الرئاسي بتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية قرار طال انتظاره ثمان سنوات من الحرب انتصار سياسي تؤكد معطياتها لأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات الإرهاب الحوثي والذي كان بإجماع دولي للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في بيانها الصادر في إدانته الواضحة على ما قامت به من إجرام فيجم ميليشيات الحوثي على ميناء عبر موت باعتبر ذلك عمل إرهابي وتأكدها الأفعال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات ولا تختلف عن جماعات التنظيمات الإرهابية كداعش وتنظيم القاعدة أيضا الأمر الذي يتطلب سرعة ووقف أي أشكال من أشكال التفاوض والعمل السياسي مع هذه الميليشيات الإرهابية التي تسيرها في زايا محصورة أيضا وفي مأزع كبير وهم يعلمون ذلك جيدا وضربها سياسية تزعج القواء السياسية التي تماهت معاها هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية والتي سلمت لها الجبهة بإعدادها العسكري الأمر الذي يكشف انزعاج المنظمات الدولية أيضا والتي تماهت معاها هذه الميليشيات على الصعيد الرسمي أيضا المهم ما تقع على عاتق الحكومة اليوم ووضع برنامج زمني تغييمي لتفعيل تعيد دورها سياسيا وخارقيا وداخليا بناء على الدبلوماسي التي وضعتها تفعيل الدبلوماسي اليمنية ويعادة تصنيف الميليشيات الحوثي في المحافلة الدولية ومؤسسات الشرعية الدولية الأمن لهذا يتطلب بلا خطوات تطبيق قرار تصنيف الميليشيات الحوثي كجماعات إرهابية وهذه ضرورة ملحة التي أجمع عليها الشعب في الشمال وفي الجنوب أما الأستاذ نايفو بالزعيم الحدي فيرى أن قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعية إرهابية وبيان مجلس الأمن الذي يدينه ميليشيات الحوثي بمرس الإرهاب قاء بعد تهديد ميليشيات الحوثي للأمن والاستقرار والاتقارات الدولية السلام عليكم دكتور عبد الملك زعادة الله مساءك تحية لك وتحية طاغم الفرامج وتحية لمتابعينك ومشاهدين الكرام أولا بخصوص تصنيف جماعة الحوثي من الضماء إرهابية من قبل مجلس الدفاع الوطني تصنيفهم بهذه الوقت بعد تزايد الهجامات على ميناء حطرموت على شبوة وعلى مناطق فيها حق مناطق فيها يافع مناطق فيها ضالع هذه الميليشيات لا تعرف غير الإجرام وتحية فها من قبل مجلس الدفاع تابعه بيان مجلس الأمن الذي يدين قماعة الحوثي بارتكاب عمل إرهابي كبير يعني هذا الاعتدالي الذي يحصل من قبل ميليشيات الحوثي تهديد الأمن القومي والملاحة الدولية ميليشيات الحوثي الإرهابية كشرت عن نواياها بمبارسة الإرهاب وتصعيد العنف والإرهاب في الداخل وفي الخارج وذلك يستجعي وقفة جادة أمام تلك التهديدات وتلك المخاطر وكل ذلك سيكون له تبعاته على مسارات المعركة وعلى المسارات القادمة في الأحداث نواصل القراءة بعد فاصل ونعود مجلس الدفاع الوطني يصنف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية ومجلس الأمن يصدر بيانا يدين ميليشيات الحوثي بممارسة الإرهاب وتصعيد حوثي بالطائرات المسيرة وتهديد حوثي للسفن في عرض البحر ووثيقة أو وثائق نشرت هذا الأسبوع تدين ميليشيات الحوثي بتجارة الأعضاء كلها أمور تذهب باتجاه واحد أن ميليشيات الحوثي كيان سرطاني يهدد المنطقة يهدد اليمن يهدد الأمن والسلم الدوليين تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية له استحقاقات وله تداعيات استحقاقات سياسية وعسكرية ودبلوماسية وذلك ما يراه الصحفي أرسلان السليماني تصنيف ميليشيات الحوثي اليوم ميليشيات إرهابية اليوم يضع مجلس القيادة الرئاسي أمام المحك الحكومة أمام المحك السلك الدبلوماسي للحكومة أمام المحك للقيام بقيامها وتنفيذ يبقى إلا تنفيذ تفعيل الدور السياسي الدول الدبلوماسي الدور العسكري الأمر الذي يستطيع إلى تحرك القوات من جميع الجبهات القوات المنطقة العسكري الأولى محمد حظرموت القوات المتواجدة في الساحة الغربي القوات المتواجدة في مأرب القوات المتواجدة في تعزيز شكل الضغط عام لضغط عسكريا وكذلك حتى أيضا تفعيل الدبلوماسية أيضا من خلال عدم يعني السماح لهم بالإعلام عدم السماح لهذه الميليشيات بأي ممارسة أي عمل سياسي ووقف كل أشكال التفاوم وفي ظل التهديدات الحوثية للتجارة الدولية وفي ظل التصعيد الإعلامي الحوثي هناك تصعيد خطير وهو زيادة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف المنشآت النفطية وتستهدف الموانئ سواء في شبوة أو في حظرموت بالإضافة إلى استصعيد الهجوم بالطائرات المسيرة في بقية المناطق في اليافع وفي مارب وفي الضالع كل ذلك إشارة أن ميليشيا الحوثي تريد أن تنفذ ما تهدد به نعم الدفاعات القوية استطاعت التعامل مع كل تلك الهجمات الإرهابية والتي كانت كثيرة لكن ذلك لا يعفي الميليشيا الحوثية من تحمل مسؤوليتها تقاه الإرهاب الناشط القنوبي الأستاذ نايف بنزعيم الحدي يرى أن تصعيد ميليشيا الحوثي باستخدام الطائرات المسيرة هو يستدعي أن يكون المواقهة معها بالحسم العسكري ميليشيا الحوثي الهجمات بيهجومها بالطائرات المسيرة على حضر الموت وشبوه وعلى الضالع وعلى يافع وعلى ثرة وعلى كرش على المناطق الحديدة الكاملة الجنوبية وعلى مناطق في مارب هذه نبين التبان بأنها ميليشيا لا تعرف غير قوة قوة غير الحسم العسكري أما المفاوضات والهدنة هذه كل مكانة هدنة كل ما تقوة الميليشيا أكثر وأكثر ولذلك يجب على جميع القوة في المناطق الشمالية وفي المناطق القنوبية لديهم يضرروا من هذه الميليشيا الإرهابية لا يجب السكوت عليهم فبقاءهم فبقاء الشر وبقاء الإرهاب وبقاء نظيمات الإرهابية أما الأستاذ نسلان السليماني فيرى أن التزايد الملحوض في الهجمات الإرهابية الحوثية يعني إصرارها على ممارسة الإرهاب وذلك يستدعي التصدي الحازم لها التزايد الملحوض في الفترة الأخيرة في الهجوم الحوثي بالطائرات المسيرة على محافظتي حضر موتو شبوة والتي تعاملت معها الدفاعات القوية أيضا معها وذلك يعني إصرار الميليشيات الحوثية الإرهابية على ممارسة المزيد من الأعمال الإرهابية الأمر الذي يتطلب والذي يستدعي حقيقة إلى التصدي لهذه الميليشيات حقيقة من خلال ما تقوم بعمل عمليات حاجمات ميليشيات الحوثي المتتالية على محافظتي شبوة وحضر موت واستهداف المحافظتين لمنشآت الحيوية بهذه المحافظتين من خلال سلسلة من العملية التي قامت بها حيث أن في 21 أكتوبر أسقطت قوات النخبة الحضرمية طائرتين مسيرتين استهدفتها أيضا ميناء الضبان النفطي وكانت ناقلة النفط اليونانية هدف استراتيجي لهذه الطائرات المفخخة والتي أدى إلى توقف عمليات الضخم من شركة بيترو مسيرة إلى ناقلات شحن النفط الأسواق العالمية يواصل الأستاذ أرسلان السليماني سرد بعض الوقائع التي تتعلق بالهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة هي ليست كل الوقائع ولكنها نماذج وأمثلة عن التزايد الملحوظ في الهجوم بالطائرات المسيرة من قبل الميليشيا الحوثية على منشآت النفطية تستهدف المنشآت النفطية والموانع بالذات وبالإضافة إلى استهداف الأعيان المدنية كذلك أيضا في 25 أكتوبر تصدت الدفاعات الجوية للنخبة الحظرمية لطائرتين وسيرتين أيضا تابعة لهذه الميليشيات الإرهاب الحوثي أدى إلى توقف حركة الميناء لعدد من الساعات وتسبب عرغلة الملاحة الدولية كما أن هذه الهجمات أيضا التي شهدتها أيضا محافظة شبوة أيضا للمنشآت الحيوى للنفط ومانئها من قبل ميليشيات الإرهاب الحوثي تزامنا مع هجمات متكررة تنظيم القاعدة الذي يعتبر الجناح العسكري للأخوان في اليمن حيث أن في الثامن عشر من أكتوبر أسقطت الدفاعات الجوية القوات العمالغة الجنوبية وقوات دفاع شبوة طائرة مسيرة حوثية استهدفت ميناء النشيبة كما أحبطت في ذلك الوقت في هذا التوقيت أيضا القوات الجنوبية هجوم مسيرة حوثية أيضا في نفس اليوم الذي استهدفت منشآت بالحاف الغازية والتي كما تعاملت أيضا قوات دفاع شبوة أيضا في اليوم الثاني في اليوم التاسع عشر من أكتوبر مسيرة حوثية تابعة لميليشيات الارهاب الحوثي في محاول الاستهداف على نفس الموقع في منطقة النشيمة وفي 24 أكتوبر أسقطت الدفاعات الجوية الألوية للقوات الجنوبية وعولية العمالقة هجوم إرهابي لمسيرة حوثية لاستهداف مطار العصمة عتق وفي 25 أكتوبر أيضا تعاملت الدفاعات الجوية أيضا للقوات الجنوبية في محافظة شبوة مسيرة حوثية أيضا في موقع حقل العقل النفطي وفي يوم 28 أكتوبر يوم اليوم الجمعة أسقطت الدفاعات الجوية أيضا للقوات العمالقة الجنوبية محاول الاستهداف قواتها في عاصمة عتق ميليشيات حوثي فخخت الحياة السياسية في اليمن بعد أن قلبت على التوافق الوطني وذلك أمر متوقع من جماعة شعارها الموت تستقوي بالسلاح نشأت من رحم الحرب ولا يمكن أن تعيش إلا في ظل الحروب انتهكت كل حقوق الإنسان واعتقلت المعارضين ومارست كل الانتهاكات لحق الإنسان وذلك أمر متوقع من جماعة مؤدلقة مدققة بأحقاد التاريخ ميليشيات حوثي فقرت المنازل والقوامع ومارست كل الأمور الحقيرة على اليمنيين وذلك أمر متوقع من جماعة لديها موروث فكري معادي للعروبة معادي لليمن ميليشيات حوثي قامت بالعيب الأسود وكسرت كل الأعراب اعتقلت النساء وسجنت النساء وعذبت النساء وقتلت النساء وذلك أمر متوقع لأنها لديها إرث فكري معادي للقبيلة ولكل أعراف القبيلة لكن من ليس مطلعا على الوضع في اليمن ومن ليس مطلعا على الخلفية الفكرية والخلفية الإجرامية والجنائية لهذه الميليشيات لا يمكن أن يتوقع أن تقوم جماعة اقتصبت السلطة بالتجارة بالأعضاء أمر يندى له القبيل سيظهر أمامكم مقطع يظهر وثائقا تثبت تورط ميليشيا الحوثي الإرهابية في دجارة الأعضاء ترجمة نانسي قنقر الناشطة القنوبي الأستاذ نايف بالزعيم الحدي يرى أن ميليشيا الحوثي إجرامية وهي دمار للأوطان قرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية ليست تعتقد على السلاح ما سلاح فهنا قرائم أخطر وأخبط من هذه القرائم وهي تقارة الأعضاء البشرية في تسريبات يعني لما تشاهدوها أن يشيب لها الرأس وصلوا لتقرب الأعضاء البشرية وصلوا لتقرب المخدرات وصلوا لتقرب الحاجات المهربات الممنعة الأدوية نسأل الله أن هذه الميليشيا هذه دمان الأوطان ميليشيا لا تعرف إلا غير الدم التطورات مستمرة وتصعيد الميليشيا الحوثي الإرهابية يذهب بالمسارات في اتقاه واحد أن قيادة الدولة عليها مسؤولية بحماية الوطن والتعامل مع ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية وإيقاف أي تفاوض سياسي وتحريك المعركة العسكرية الشاملة المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية تجاه القانون الدولي لحماية القانون الدولي وحماية التجارة الدولية وحماية الأمن والسلم الدوليين التداعيات مستمرة ونحن معكم مستمرون في رصدها وتحليلها واستشراف مساراتها المستقبلية إلى حلقة قادمة من بين السطور مع اليوسف